لا طبعا يعني بشوف ان هو كان جريء جدا فيه اكتر من موقف الموقف الاولاني في الدفع بمحمود بن تايج اللي واحد من النجوم مبارا من وجهة نظر لان انت بتجيب لاعب لسه وافت جديد في مباراة مصرية مباراة كبيرة جدا مباراة ببطولة خاصة مباراة قدام منافس جاهز بدنيا وفنيا منافس قوي جدا زينات الاهلي فتدفع بلاعب وعندك عمر جابر في الفترة خيره هو اللي بيلعب كظاهر ايصر فانت بتدق بيه النهاردة فدي جرأة شديدة جدا كمان واضح ان هو مزاكرة للاهلي شايف اخر مباراة للاهلي ان قوة للاهلي دائما في الجابهة اليسرى سواء يحيطة الله او حسين الشحات ومام عشور بيكون موجود من عام ثالث فاعتمد على مين يسد الصغرة دي هو عمر جابر وده يبين ان المدارب ده كان مزاكرة للهلي كويس جدا فقدر يأمن الجابهة اليومنا وشوفنا من الاهلي النهاردة مفيش اي حلول خالص ولا اي اختراقات ناحية جابهة عمر جابر لان عمر جابر دفعيا قوي جدا 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 ممكن من كنش نشوفه هجوميا لكن خلينا نقول ان اللحظة اللي عمر جابر تحرر فيها وهنا ده الجرأة التانية لجزيج جمز لما بدأ يتحرر في المباراة ويدفع بالتغييرات اللي كانت لها دول كبير جدا في حاس مباراة سواء بتدفع بعمر فرج وكمان بنصر منسي اللي هو واحد من اللي جوم مباراة طبعا اللي بلعب بشكل عشوائي وقدت هذه العشوائية طبعا للهدف ده الهدف ده بكل امانة بينت ان احنا قدام مهاجم كبير الخطوة اللي هو اخذها قبل ياسر ابراهيم دي تبين ان المهاجم ده بيعرف تحرك مهاجم صندوق وللعلم انا نصر منسي ده من الوقت هو موجود في برامة سواء بشيت بيه جدا ومشوف ان هو مهاجم مميز لكن عنده سوق حظ دائما قلة المشاركة بتخلي بعض المهاجمين بيشوف افضل حالتهم والسكت المدرب لها دور مهم جدا حتى يعني دائما اللاعب اللي ما بيحس ان المدرب بيوصد فيه بيطلق اقصى حاجة عنده نصر منسي بيحرز هدف جميل جدا وللعلم كان ممكن يحرز هدف تاني بضربة الرأس لكن جات بعيد شوية عن المرمى لكن اللي عايز اقول لك ان لما بدأ يتحرر وجومس لما بدأ يدفع باتنين مهاجمين ويغير طريقة اللاعب 8-8-4-4-4-8 عمر جابر هو اللي صنع الهدف التعادل ويقول لك ان ده عمر جابر قدم مباراة جميلة جدا نفعيا ومجوميا فعش كده اقول لك ان جوزي جومس كان مذاكرة لالي كويس جدا كان واضح ان هو خلق دوافع غير الدوافع اللي كده كده كانت موجودة عند عائبة الزمانك للتصريحات اللي قبل المباراة وكمان ماتش يقول زمانك لوحده دوافع خاصة وبطولة خاصة جدا